السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء بناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي السادة أولياء الأمور الكرام أهلا بكم في فيديو النهاردة اللي بنحل فيه الواجب المنزلي والأداءات بالأسبوع السادس حتى هذه اللحظة جماعة لسه منزلش التقييم السادس أو امتحان الأسبوع السادس اللي هو من 3 نماذج A و B و C إن شاء الله أول ما ينزل هنعمل الفيديو بإذن الله ونحطه لكم في الفيديوهات المقترحة في آخر هذا الفيديو أول سؤال عندنا في الواجب الأسبوعي بقول لي اختبار اللغة العربية الإجابة تبقى لتر سي يعني أسهل من رقم اتنين اللي جابة هتبقى ري ميك يعني أنا أحتاج أن أعيد صنع الترابيزة الحديقة بتاعتي رقم ثلاثة المصريين الكتابة ما يستخدموا ورق الباردي اللي جابة هتبقى يعني الورق رقم أربعة أولا اللي جابة هتبقى اللي هي بمعنى نتة رقم خمسة اللي جابة هتبقى رقم ستة اللي جابة هتبقى يعني الزهرة الأجمل أو الأكثر جمالا رقم سبعة طبعا اللي بتزرع فيها اللي هو عباد الشمس بتنمو فين اللي جابة هتبقى لتر دي أباف رقم ثمانية ايه الجزء من النبات اللي بينمو تحت الأرض اللي جابة طبعا لتر ايه روت بمعنى الجزور رقم تسعة اللي جابة هتبقى بمعنى أقوى وسترونجر زن طبعا بمعنى أقوى من رقم عشرة كوشري إزا دي لتر ايه اللي جابة هتبقى موست اللي هي لتر ايه يعني ألز واجبة أو ألز طعام هو الكوشري ودلوقتي مع الورقة الصفية أول نقطة اي لايك فروت اي لايك نقط أنا بحب الفواكه فبقى أنا بحب ايه اللي جابة طبعا لتر دي مانجوز رقم اتنين وي نقط رايس ان ايجبت اللي جابة لتر سي يعني احنا بنزع الأرز في مصر رقم ثلاثة اللي جابة لتر سي يعني الحوانات بتقوم بوظيفة مهمة جدا رقم اربعة سامر ايز زين أوتم سامر ايز هوتر زين هنا اكثر حرارة من أوتم شهر الخريف رقم خمسة اللي جابة هتبقى اي نيد تو ريدو ماي هومورك اريد ان اعيد عمل واجبي لتر دي الاجابة الصحيحة رقم ستة اي تينك بينز ار زين بوتيتوز تبقى مور ديليشوز اللي هي لتر بي يعني على الزمن رقم سبعة اللي جابة هتبقى بيجر بيجر زين يعني اضخم من رقم تمانية كاملز ار جود انيمال فور زي دي بيكوز ينو ات الوت افووتر اللي جابة هتبقى لتر سي دون درينك ما بيشربوش مياه كتير رقم تسعة كامل زهاب نو ات لجز اللي جابة هتبقى ثين لجز يعني الجمال لها سيقان رفيعة رقم عشرة طبعا بما ان الجملتين متناقضتين فهتبقى الاجابة لتربي بط بمعنى ولكن كده يا جماعة كون خلصنا الاداءات الاسبوعية للاسبوع السادس ربع ابتدائي الواجبات المنزلية والاداءات الصفية اول من الوزارة ان شاء الله تنزل التقييم الاسبوع او بتحان الاسبوعية بإذن الله هنشر على قناتنا فتبعونا دائما thank you very much and goodbye